ليه الحكومة ببتعملش عندنا كده بخلاف مسألة الميراس أو الإرث الذي اعتدناه مفترض أن الحكومة دي أو إذا كان في حكومة جديدة أو حكومات تالية أياً كان أنتوا بتشتغلوا في عهد جديد، بتصور جديد، بستراتيجية جديدة، بإجراءات جديدة ليه محافظين على الإرث ده؟ أقول لك يعني إلى جانب التعود والإرث زي ما بنقول إنما أيضاً هو السياسي بيتكون إزاي؟ بيتكون من خلال التعامل الحزبي في الشارع الحكومة أو حزب بيشكل حكومة بيشكلها من أعضاء في الحزب تمرسوا في العمل الجماهيري، نزلوا الشارع عملوا مؤتمرات شعبية عنهم دايماً على الرأي العام هل هو متابع سياستي، فاهم سياستي، ولا لأ، هل هو مع الحزب، ولا ضد الحزب الأحزاب عندنا تكاد تكون وهذه سوءة أخرى نتمنى برضو أنها تزول في المرحلة القادمة الأحزاب غير موجودة وبالتالي المفرخة بتاعة اللي بتطلع رجل السياسة اللي متمرس على السياسة وإذا تمرس على السياسة بالضرورة بيدرك أهمية تواصله مع الرأي العام لأنه ده جزء أساسي اللي أنا أشوفه أنه فعلاً أدى إلى النتائج عظيمة جداً كان الحوار الوطني والحوارات والمناقشات والاتفاق والاختلاف اللي حصل جوه الحوار الوطني ما بين من هو معارض وما بين ما هو مؤيد وما بين الأحزاب المختلفة طبعاً يا من الناس اللي كنت طرحاً جدت إيه ده خبر أبي ده الحزب الشوار المصري كمان معزوم جوه الحوار الوطني ده شيء رائع وما إلى ذلك لكن أنا أصبح فيه عندي انتخابات رئاسية عمري ما شفت في مصر انتخابات قائمة على أساس حزبي غير الانتخابات دي فأنا عندي المصر الديمقراطي الاجتماعي عندي الشعب الجمهوري عندي حزب الوفد وعندي مرشح مستقل فازة بهذا المقعد هل الأحزاب في مصر مستعدة للتعامل مع هذه النتائج تعامل إيجابي يعني يبنوا كوادرهم ويبنوا مدارس الكوادر جهزين لهذه النتائج يعني سؤال غاية في الأهمية لكن دعني أختلف معاك في الطرح الأولان إنها كانت انتخابات قائمة على تنافس حزبي هذا غير صحيح لأنه لا يكفي أن يبقى الأحزاب غيبة تماما عن الساحة ثم تترشح للرئاسة ونقول والله عندنا انتخابات حزبية لا ما هيش حزبية مش حزبية ده انتخابات بين أفراد يعني صحيوا من النوم بعد نوم دم سنوات طويلة وقالوا إحنا أحزاب حنيجي النافس أو وجدوا فرصة يعني الأول مرة وجدوا فرصة وكويس إنهم دخلوا الانتخابات وإحنا سعداء بهذا إنما ما تنساش إنه الرئيس مش حزبي الرئيس مشتقل فإذن ما كانتش انتخابات على أساس حزبي هي انتخابات بين رجل له إنجاز والناخب خابره على مدى عشر سنين أو أكثر ويعلم من هو وما هي قدراته وما هي إنجازاته وما هي الأشياء التي جعلتني أشكو من الوضع كل ده بحلو بمره معروف للناس ووجوه جديدة تماما طلعت فجأة كده ده رئيس حزبه ده كذا وده يعني حتى أنا مستغرب النسب اللي خدوها دي جابوها منين يعني مش بس دي حاجة برضو جيدة يعني أنا أنا ألاقي إن النسب بهذا الشكل ومعدلات التصويت كده إنه تبدأ تقريبا من حوالي 850 ألف صوت وصولا لتقريبا حوالي 2 مليون صوت عند المرشح مهندس حزم وعمر كمركز تاني في هذه الانتخابات ده إدالي برضو يعني أمل في إنه الأحزاب تقدر تكمل اقتناص الفرصة هو عشان تتحول هذه الفرصة وهي فرصة كانت جيدة وإحنا سعداء بيها لكن عشان تتحول إلى الأمل اللي إحنا بنتكلم عنه يجب إنه تبقى دي نقطة البداية بالنسبة لهم مش نقطة النهاية صحيح إنه أنا نايم أربع سنين وبعدين تيجي الانتخابات أخش الانتخابات خسرت الانتخابات أكمل لون بقى ولا أصحى وأتنشط لا خلاص الستار ينزل والمسرحية خلصت لا دي يريد تبقى بداية طالما أنت جمعت مئة صوت ولا مئتين صوت ولا تنين مليون صوت طب كيف ستستثمرهم في المرحلة القادمة إما هتستثمرهم وحينشط الحزب بتاعك ده ونشوف فعلا في حراك سياسي يتفق مع الحراك السياسي اللي تم بالنقاش في الحوار الوطني ينزل بقى للشارع وللمعترك السياسي ويبقى هنا الحوار الوطني يعني تأصل في المجتمع أو أنه مش هيقدروا يعملوا ده هم في اختبار يعني عايز أقول أنه الأحزاب السياسية في مصر كلها ومش بس اللي خادوا الانتخابات في اختبار شديد جدا هو اللي حيحكم يا إما يعودوا إلى موادهم يا إما أنه دي حتبقى بداية لصحوة جديدة تستفيد من مناخ الانفتاح السياسي اللي احنا بنتوقعه يغتنم هذه الفرصة